إن القول بأننا أحببنا حقا المقطع الترويجي للأسبوع الجديد لسلسلة الطائر الرفراف لن يكون منظورا واقعيا وعلى وجه الخصوص فإن محاولة جعل مغازلة المرأة المتزوجة لزوجها السابق أمرا طبيعيا تظهر أن مسار المسلسل أصبح غير منطقي علاوة على ذلك فمن الواضح أن العائلات التي تشاهد هذا المسلسل تكون قدوة سيئة لأطفالها لا ينبذي أن يكون الغش أو الخداع أمرا شائعا إذا كان حب سيران وفريت منيا على حياة منفصلة استمرت لمدة عامين فمن المفترض أن تكون هاتان الشخصيتان متزوجتين ولديهم أطفال أو من الممكن أن يكونوا عازبين وقد انفصلوا لمدة عامين وكانوا ينتظرون لم شاملهم ومع ذلك لا يمكن اعتباره أمرا طبيعيا أن تطلب المرأة المتزوجة من زوجها السابق المساعدة في استئجار منزل أو في المغازلة على الرغم من أنه مسلسل تلفزيوني إلا أننا نراهم يكسرون القواعد الاجتماعي هناك رسائل قبيحة للغاية في المسلسلات التلفزيونية اليوم قد لا يكون كتاب السيناريو على علم بذلك لكن هناك الكثير مما يمكن انتقاده إنها مسألة فضول لمعرفة عدد الأشخاص الذين ستؤذيهم هاتان الشخصيتان الإشكاليتان الحب ليس هكذا ليس من الممكن أن نحب بإرادتنا ومن غير المقبول أن نفرض هذه الأفكار المريضة على المجتمع بحجة الحب أو الولاء في العرض الترويجي سيتقاتل سيران وافريت من أجل بعضهم البعض لكن لن يكون لقاءهما بهذه السهولة يبدو أن إلياس وسنان جد ديار يشكلان عقبة أمام حب سيفر يعطي سنان انطباعا بأنه شخصية مضطربة نفسيا ويبدو أنه تم خداعه لإحداث مشكلة لحبيب سيفر هذا الموسم تماما كما فعل طارق الموسم الماضي لا تنسوا الاشتراك في قناتنا نراكم في فيديو تحليلي آخر وداعا